دير ستيودنس اوف ساكن دير بريب ولكم توانيو ايبسود اوف يور بروجرام مدرسة على الهواء ابناء العزاء طلبت وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بيكو في حلقة الفاينال ريفجر النهاردة ان شاء الله معانا مراجعة نهائية على المنهج وان شاء الله نتمنى ان احنا نقدم لكم كل الانمطة بتاعت الاسئلة اللي انتو بتلاقوها في الامتحان بداية من اول سؤال وحتى السؤال الاخير ان شاء الله اتمنى بيليكو بمشاهدة طيبة ومتابعة البرنامج حتى النهائي نبدأ مع بعض الاسئلة بتاعتنا حسب الايتم بتاعت الامتحان طبعا هنعرفين ان اول سؤال عندنا في الامتحان بيبقى listen and choose اللي هو بيبقى فيه تيكست بسمعه وبناء على التيكست ده بجاوب اسئلة choose بيبقى four sentences and we have to choose one answer each time كل مرة بنختار ايجابة عنه نشوف مع بعض كده اول سؤال اللي هو نبدأ مع بعض كده division عندنا اول سؤال بيبقى listen and choose the correct answer طبعا السؤال ده لما بنشوفه بيبقى عبارة عن فكرة بسمحها وبناء عليها بجاوب الاسئلة بتاعت listen عندنا بيقول لي what does the boy not know where to go he can't remember it's his first day at school he doesn't have a map أو he is young دي السؤال الاول طبعا لما بيجا جاوب listening المفروض بيبقى فيه تيكست بسمعه وبناء عليه بجاوب الاسئلة هنا الاجابة بتاعتها it's his first day at school السؤال التاني on which floor is the library الاجابة بتاعتها the ground floor السؤال اللي بعد كده حسن is going to take the boy to the library ده السؤال الاول السؤال اللي بعد كده بيبقى listen and answer the following questions ده بيبقى مجموعة اسئلة وبجاوب الاسئلة دي عن طريق listening what is sara going to do at the weekend she is going to study where is hala going to go at the weekend she is traveling to aswan when will hala come back home she will come back home after sunday she will come back home after sunday السؤال اللي بعد كده complete the following dialogue اللي هو بيبقى عبارة عن حوار بكمله وطبعا نصيحة للطلبة انه ما يقروا لدالك حتى النهاية sara is calling lila at home sara hello is lila here please mrs iman no i'm sorry she isn't here at the space who is speaking please sara it's sara space time will lila be home قاعد كده miss iman or mrs iman she will be home at six can i take a space sara yes please can you space lila to phone me tonight mrs iman oh okay i will do that good bye احنا قدامنا الديالك كله الحوار كله مكتوب قدامنا sara is calling lila at home يعني sara بتتصل بليلة في البيت sara بتقول لها hello is lila here please يعني هالليلة موجودة mrs iman هل قدت لها no i'm sorry she isn't here at the space يا ترى number one هتبقى ايه وعارفين طبعا الحوار ده مهم جدا اللي هو بنقول عليه telephone conversation محادثة تلفونية يبقى اقول she isn't here at the ايه at the moment who is speaking please يعني بتقول لها مين اللي بيتكلم it's sara number two space time will lila be home يعني عايزة تقول لها ليلة هترجع البيت امتا طبعا عندي كلمة time يبقى عشان السؤال يكمل استخدم what time والليلة be home يعني ليلة هترجع امتا mrs iman she will be home at six can i take a space يا ترى هنقول if number three يعني بتقول لها تحبي ابلغها ايه a message اللي هي الرسالة sara yes please can you space lila to phone me tonight can you space lila to phone me tonight يبقى can you ايه بقى can you ask lila to phone me tonight يعني بتقول لها ممكن تطلبي من ليلة تكلمني قالت لها اوكي i will do that goodbye يبقى ده model لسؤال complete نصيحة للطالب لما يجي جواه بالسؤال ده دايما كنا بنقولها to read the heading اقرأ رأس السؤال الاول اللي هي بيعرفني الconversation عن ايه sarah is calling lila atom يعني صارة بتتصل بليلة في البيت عرفت كده ومناسبة الحوار بعد كده اقرأ لديل كله من غير ما افكر في الاجابة وبعد كده ابدأ بقى اجاوب جزء جزء بعد ما يكون فهمت الحوار كله ياريت ما استعجلتش واجاوب كل point الوحدها لا انا اقرأ كله الاول with spaces بالفراغات اللي فيه وبعدين ابدأ يعني افكر في كل نقطة على حدة مع طبعا ايه بقى اربط كل حاجة باللي بعدها يعني لما قلت add the moment وبعدين who is speaking please what time will lila be home يبقى انا عرفت الزمن عشان هي في الاجابة بتقول لها she will be home at 6 يبقى ده دليل على ان هي كان بتسألها على الزمن واحنا بتسألها على الزمن بايه what time ده كده نموذج للfirst question اللي هو السؤال الاول في الامتحان اللي هو سؤال السؤال الثالث في الامتحان sorry اللي هو complete the following ground احنا في البداية شفنا سؤال listen and choose ثم سؤال listen and answer وبعد كده سؤال complete the following ground اللي هو بنجاوب فيه الحوار بين شخصين ننتقل بقى مع بعض الى سؤال اخر اللي هو بيكون سؤال supply the missing parts in the following mini dialogues عايزة نبه الطلبة الحاجة اللي جاوبنا دلوقتي ده اسمه complete the following ground ده حوار متصل ببعضه بيبقى فيه four spaces اربع فراغات لكن اللي هنجاوبه اللي هو بيبقى two mini dialogues يعني حوارين كاثرين كل واحد فيهم ينفصل عن التاني لان في بعض الطلبة بيحصل لهم confusion بيفتكروا ان اللي number one مرتبطة بتقول لأ ده number one دي حوار بين شخصين بينتهي ثم ننبرتوح وار اخر بين شخصين اخرين وفي كل مرة بياما بعمل question سؤال اما بعمل answer اجابة نشوف مع بعض كده السؤال supply supply the missing parts in the following mini dialogues بيقول لي حسن بيقول ايه and mother حسن hello can i speak to ali please can i speak to ali please mother قالت له yes وبعدين space بعد كده قالي قال hello حسن thank you for calling back طب يا طرى لما حسن قال hello can i speak to ali please mother ردت عليه وقالت له yes ايه وخد بالك من الجزء اللي تحتها بديه ان علي كده كلم حسن يعني او حسن يعتبر كان موجود لما علي اتصل بيه حتى علي قال له ايه قال له حسن thank you for calling back يا بقول له اشكرك على ان انت عودت الاتصال بيه يبقى لما حسن قال لي mother can i speak to ali please قالت له yes ايه بقى نشوف مع بعض الاجابة وياريت نكون بنجاوب قبل ما نعرض لكم الاجابة yes just a moment please just a moment please يعني ايه اللحظة واحدة وانا دهولة زي ما احنا بنقول بعد جده قال له هلو حسن thank you for calling back ده the first many ده الحوار الكثير الاول number two بقى مش مرتبب بيه خالص guide and tourist احنا فين guide اللي هو المرشد او بنقول ساعات tour guide و tourist اللي هو someone who visits another country اللي هو السائح the guide says this pyramid is very old it was used by space tourist excuse me space it was built about three thousand years ago now where was i ناخد بقى احنا اخدنا السنة دي درس اسمه او اتعلمنا حاجة في اللانجوج فانكشنز قدمناه هنا مع بعض في حلقات البرنامج اللي هي interrupting people when you interrupt someone لما بتقطع شخص and then you come back to what you were saying بقى كلا بترجع للي كنت بتقوله يعني لو شخص قطعك في الكلام اتعلمنا بعض العبارات زي excuse me can i just ask او ممكن اقول can i ask a question او ممكن ناسأل سؤال او ممكن لما اقول sorry to interrupt i want يبقى عندي لما قطع اشخاص اقول excuse me can i just ask او can i ask a question او اقول i am sorry to interrupt واقول اللي انا عايزه يقول السؤال اللي انا طب يا طرح ممكن نستخدم ايه هنا هو الجايد بيقول ايه this pyramid is very old باللوم الهرم الهرم ده قديم جدا it was used by وممكن اقول يعني اي تكبيلة احنا همنا بقى excuse me يا طرح هيقول ايه sorry to interrupt when was it built بدا سؤال قالوا التوريست للجايد طب انا عرفت منين انه هو السؤال when was it built بدا امتى لانه في الاجابة بيقوله ايه it was built about three thousand years على فكه دي سيغة passive سيغة مبني للمجهول it was built about three thousand years يعني بيقوله ده بدا من تلات تلاف سنة يبقى انا كده اكيد هاسأل هنا على الوقت اللي بدا فيه استخدمت when اللي هي ال question word وبعد كده جبت بعدها was اللي هي الفعل المساعد وبعد كده جبت it اللي هي subject او الابجكت انا تعتبر بقى اللي هو المفعول ثم البي بي طبعا ده سؤال في البسف سؤال في المبني للمجهول when وبعدين was وبعدين it اللي هو الابجكت وبعدين البي بي when was it built يعني زي ما بيقول metabonia او الهرم ده بنا امتى هو قال له في الاجابة it was built by او it was built about three thousand years ago وبعد لو نلاحظ قال له ايه في الاخر now where was i يعني زي ما اقول انا كنت بقول ايه ده لما ترجع بقى للكلام after interrupting يعني بعد المقاطعة وعايز ارجع للي انا كنت بقوله اقول now where was i وعايز اقول للطلبة ان انا عايزة يعني النهاردة بقى بما اننا في نهاية الترب نتعلم حاجة كويسة جدا ان احنا نعمل اسئلة انا عندي لما باجي اعمل سؤال ببدأ بال question word اداة الاستفام بعد كده بجيب اللي هو helping verb اللي هو الفعل المساعد بعد كده بجيب subject بعد كده بجيب verb يريد الطلبة كلهم يتعلموا ان ده الطريقة اللي بعمل بها سؤال question word اداة الاستفام helping verb فعل المساعد subject اللي هو الفاعل اللي هو كد يكون noun or pronoun اسم او ضمير ثم المين verb بقى الفعل يعني مثلا زي ما اقول له واحد ايه where do you spend مثلا the week end يعني امقول له واحد انت بتقضي week end فين نلاحظ كده الفورم بتاع question السؤال عندي بيبدأ بwhere اللي هي اداة الاستفام بعد كده do اللي هي helping verb بعد كده you اللي هو subject بعد كده spend اللي هو المين verb اللي هو يقضي وبعدين completion بقى تكملت الجملة دائما لما اجعمل سؤال بquestion word ابدأوا بقى داه ثم فعل مساعد ثم subject ثم verb ده الطريقة اللي باكون بيها السؤال بمناسبة السؤال بقى اللي كان عندنا اللي هو where when was it built اللي هو معناه ابانا امتى احنا عملنا كده لان ده في صغة الباسف المبني للمجون كده يبقى شفنا مع بعض model of supply the missing parts in the following mini dialogue شفنا نموذج question number four في الامتحان اللي هو سؤال supply اللي هو زي ما قلنا two mini dialogues and each one is يعني separated from the other one يعني كلها بمفاصل عن التاني نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده read the following then answer the question احنا عندنا في الامتحان بيجي سؤال قطعة وبطلوب بني اجاوب على اسئلة على القطعة طبعا لما بعمل اسئلة لما بكرأ القطعة كويس جدا اقدر اجاوب على اسئلة وإحنا عندنا نعامل اسئلة على القطعة يقيم answer the following questions يقيم multiple choice اللي هو اختيارات نشوف مع بعض القطعة دي كده today we are going to visit تحنى الجبل it will be hot today so you must take lots of water يعني بقول النهاردة هنزور منطقة اسمها تحنى الجبل وهتكون حر جدا عشان كده لازم ناخد مية on your tour يعني في جولتك you are going to find out about the ancient site هتزور عن الاماكن القديمة in the past this was a very important place بقول زمان كان المكان دا قديم people walked up the hill يعني صعدوا التل to see the status at the top عشان يشوفوا التماثيل we will visit the status today بقول لازم تبقى قدام الهوتيل at 755 are there any questions شو بقى الاسئلة who do you think is talking بقول لي مين يا ترى اللي بيتكلم طبعا a tour guide طيب why is it a good idea to take lots of water بقول لي فكرة حلوة ناخد مية because it will be hot today where are the status التماثيل فين زي القطعة ما قالت at the top of the hill اسئلة بقى اللي تشوز it's the important space status يا ترى اقول to touch to buy not to touch not to visit يبقى اكيد not to touch يعني مهم ملمس التماثيل they must be in front of the hotel هتبقى ايه بقى at exactly 5 8 يعني الساعة 8 5 minutes before قبل 8 بخمس دقائق 5 minutes after بعد 8 ولا 55 minutes before زي ما قال في القطعة 755 يعني 5 minutes before السؤال زريدر بقى الماتشينج القطعة بيقول كروسو's parentis wanted him to find a job يعني والدي كروسو كان عايزين يلاقي وظيفة but he هنوصل لها بقى but he wanted to become a sailor اللي هي رقم e when كروسو was 18 لما كروسو بقى عنده 18 سنة he رقم دي اللي هي went to london and found a ship sailing to gynia when they were sailing towards africa لما أبحاروا ناحية afريقيا some pirates after a few days in the small boat لما أضع بأيام كلية في المركب a ship sailed by and it's a captain rescued كروسو والكابتن بتاع انكاس كروسو answer the following question who wrote روبينسون كروسو دي سؤال على الكصة من كتب روبينسون كروسو عفو كلنا دانيال ديفو what did كروسو do in gynia before he went back to london كروسو عمل افغينيا he sold his goods باع البضائع بتاعته why do you think كروسو was unhappy when he was a slave لما كروسو كان عبيد كان مش سعيد له because I think that he was a brave كان شجاع and wanted to be a sailor لأنه كان عايز ببحار do you think كروسو did the right thing by leaving home and sailing هل كروسو كان عنده حق أنه يروح إلى غينيا وتربيته I think he was right because he could learn a lot of things لأنه تعلم حاجات كتيرة في غينيا سؤال choose the correct answer you space look right and lift before you cross the road يبقى you must لديه ضرورة number two when did Alice space that book أما يبقى عندي ديت بجيب الـ infinitive الواب هاي more space to school yesterday because she was ill دي قملة في الماضي يبقى didn't come I'm hungry I think space a sandwich ده اسمه quick decision قرار سريع يبقى I will have go up the stairs the laboratory was on the first عندنا gate ودور وفلاور وفلور طبعا احنا ما بنقول في الدور كزا بنقول the first floor it's the best to space your school back the night before you go to school لابقول له جهز شنطتك خد كلمة back your school back يعني يعبق أو يجهز شنطتك on my new space I can see that we have English in the morning احنا في المدرسة بنعرف الحصص عن طريق الايه time table ولكن كوريدور طرقة وما بخريطة ولكيشن موقع sunglasses اللي النظارة الشمسي can you space your eyes from the sun protect يعني تحمي عينك من الشمس سؤال and correct you mustn't you mustn't drink water from the river it's not clean هلا اقول له واحد you mustn't too طبعا لا we mustn't talk in the library how long did it took to complete the palace اما جاهز سؤال بقول ايه did it take مش did it talk كاصر النيل بريتج has two status or status in each end طبعا عندنا كلمة التماثيل status اللي هي التماثيل اخر جملة عندنا we mustn't take in the library طبعا تك يأخذ لكي بقول له واحد ما نتكلمش we mustn't talk in the library ابناء العزاء today we have presented to you the final revision of our curriculum this year قدمنا مراجعة نائية شملت جميع اسئلة الامتحان بداية من الفرست question at the end of our program today I wish you enjoyed it thank you and keep watching